أنا أريد أسأل النزاحة أريد أسأل رئيس الوزراء أريد أسأل الدولة أريد أسأل الإسلام والمسلمين ما أحد يقول للناس منيلك ما كوا منيلك أريد أحد اليوم إعلامي مثل أحمد ملطلال وقع بيديار الكتاب إعلامي مثل أحمد ملطلال يقدم يقدم بناء على طلب المقدم إلينا من قبل المواطن أحمد عباس طلال أحمد ملطلال صاحب العقارين المرقمين هذا عشر تلتعش وعشر أرباطعش ميم سباطعش هاي المنطقتين والبالغة مساحتها العمومية حسب صورة الوقت سبعين دونم سبعين دونم أحد سأله منيلك منين جبتين منين مقدم على مشروع سكني ملايين الدولارات إيش قد يطوك راتب إيش قد يطوك مليون دولار بالشهر أمنيتي أفتهم يا أخوان يا أخوان هذا البلد منيندة تجيها قد فلوس اللي يحكون يومية ويطلعون برامج على الفساد والفاسدين يمتلك سبعين دونم ومقدم على بناء مشروع سكني أحد تقلم منيلك؟ أحد سأله؟ يا الله استغفر الله يعني تحتي تطلع مخوش آدمي تسكت تقول هذول الناس اللي يومية يحيطونه من الصباح لليل النزاها والشرف والمدر منه ويكشفون بالفساد وعنده سبعين دونم ومقدم على مشروع سكني والله هذا البلد وصل بيه يعني مرحلة ما عرف الناس طمست بالفساد الناس طمست بالبوق الناس طمست بالنهب والسلب اشتركوا في القناة